موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الأخيرة من القناة السعودية والبداية بالعنوي للنار خادم الحرمين شريفين يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرية صدور الموافق الكريمة على الرفع الكامل للقيود على المنافذ الجوية والبحرية والبرية بعد الأول من يناير المقبل وفق الإجراءات المتبعة قبل كورونا سمو ولي العهد يوجه بترميم مباني التراث العمراني وسط الرياض أهلاً بكم بسم الله الرحمن الرحيم تلقى خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود حافظه الله رسالة خطية من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة في الرياض لسفير مملكة البحرين لدى المملكة البحرينية لدى المملكة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة وإجراء خلال استقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العدد من المجالات إضافة إلى بحث مسجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مسجدات مواجهة مع جائحة فيروس كورونا المسجد كوفير 19 في المملكة واستمرار ارتفاع مغدلات انتشار الوباء في عدد من الدول التي واجه بعضها حاليا موجة تانية من الجائحة وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال لوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع قبل نهاية عام 2020 وحرصا على سلامة المواطنين وصحتهم وأن لا يواجه أثناء وجودهم خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي أولا واحد يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ العبوري جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ الأول من يناير من عام 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا إثنان يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشاري إليهما في الفقرة واحد من هذا البند أولا قبل ثلاثين يوما من تاريخ الأول من يناير من عام 2021 ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حين ذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر وفي صلاة المطارات والموانئ والمحطات ثانيا استثناء مما ورد في البند أولا يتم ما يلي واحد السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة وهم ألف الموظفون الحكوميون المدنيون والعسكريون المكلفون بمهمات رسمية با العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصرية والمرحقيات السعودية في الخارج والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم جيم العاملون على وظائف دائمة في مشأة عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج المملكة ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة تال رجال الأعمال الذين تتطلبوا ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية ومديروا التصدير والتسويق والمبيعات الذين يتطلبوا عملهم زيارة عملائهم ها المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة بناء على تقارير طبية وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء واو الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية الذين تتطلبوا دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم زين من لديهم حالات إنسانية وبخاصة الحالتان الآتياتان واحد لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة اثنان وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة حا المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم الذين لديهم ما يثبتوا إقامتهم خارج المملكة طا المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية اثنان السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطن دول مجلس التعاون لدول الخارجية الخليج العربية وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة حل أن يكون دخول مواطن دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المسجد بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ ثلاثة يتم رفع التعليق جزئيا عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يتيح للفئات المستثنات من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها أربعة لا يخل ما ورد في هذه الاستثناءات بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها لأسباب أخرى غير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد خمسة لا يسري ما ورد في هذه الاستثناءات على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها وذلك لمنع انتشار الفيروس في المملكة ستة يبدأ العمل بتنفيذ ما أشير إليه من استثناءات الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر محرم من عام 1442 للهجرة الموافق للخامس عشر من سبتمبر من عام 2020 للميلاد ثالثا تصدر الجهات المعنية كلا فيما يخصها بيانات توضيحية لإجراء تنفيذ الاستثناءات المشاري إليها مجتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة رابعا سيتم الإعلان عن خطة عادة السماح بأداء العمرة تدريجيا بناء على ما يتقرر لاحقا في هذا الشأن بشكل مستقل في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة اشتركوا في القناة تأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض أكد سموه أن عمليات الترميم ستراعي المعايير العالمية في أساليب الترميم والمحافظة على مباني التراث العمراني ذات الأهمية المعمارية والتاريخية وإبراز الهوية المحلية وتحويل تلك المباني إلى مورد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياحي ورفع كفاءة استخداماتها مع المناطق المتاخمة لها وربطها بذاكرة المكاني وتاريخ الرياض عمرانية أرسلت وزارة الدفاع اليوم طائرة محملة بشحنة من المساعدات الطبية لوزارة الدفاع في جمهورية العراق لدعم شهود العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المسجد أتت هذه المساعدات في طار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال هذه المساعدات للإسامي في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المسجد وقد وصلت مساء اليوم الطائرة في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محملة بشحنة من المساعدات الطبية إلى وزارة الدفاع العراقية لتأكيد واصل التعاون المشترك بين المملكة ديوجو مهورية العراق أعربت جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوث الارهابية التي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم اصطفافها بجانب المملكة في مساعيها المخلصة لدفع مسيرة الحل السياسية في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوث الارهابية ودانت مصر قيام ميليشيا الحوث الارهابية باستداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب الصواريخ الباليستية ما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين وأكد البيان عن الأهمية البالغة للوصول لوقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تكفل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربع اليمن نتيجة لتعثر الحل السياسي متمنا كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولا لهذه الأهتف ضمن جهود المملكة لمساعدة الأشقاء في اليمن وصل البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن في محافظة عدن تدشين حزمة من المشاريع ويسعى البرنامج من خلال تلك المشاريع إلى تحسين البنية التحتية بما له من أثر مباشر وإيجابي على حياة أهالي المحافظة نتابع دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعادة أعمار اليمن حزمة مشاريع التنموية في محافظة عدن منها مشاريع رصف للطرقات وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية والنظافة والإصحاح البيئية يتذلك في وقت أكد فيه محافظ عدن أحمد حامد الأملس على أهمية هذه المشاريع التي تستهدف البنية التحتية وقطاعاتها الخدمية والحيوية مثمنا الجهود الأخوية للمملكة العربية السعودية والبرنامج السعودية وأدواره التنموية والإنسانية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدور الأصيل والأخوي للإشقاء في المملكة العربية السعودية وللبرنامج السعودي لتنمية أعمار اليمن وللقائمين عليه ونخص بالذكر المشرف العام للبرنامج سعادة الأخ السفير محمد آل جابر له منا كل الأحترام والتقدير تدشين المشاريع السعودية التنموية في عدن يأتي في إطار نقلة نوعية لرفض البنية التحتية بما يلزم والنهوض باليمن مجددا حيث يأتي تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن اليمنية بحسب دراسة الاحتياجات التي أجريت في مختلف القطاعات يأتي اختيار المشاريع التنموية في عدن عقب دراسة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لاحتياجات كل القطاعات ومن أهمها قطاع المياه الذي نعمل عليه من خلال مشروع إعادة تأهيل آبار المناصرة على زيادة ضخ الآبار التي تغطي احتياجات نحو مليون ونصف مستفيد من أهالي المحافظة وما جاورها وقطاع الكهرباء الذي تم دعمه بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين بمنح مشتقات نفطية البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن كان قد أطلق خلال عامين أكثر من 188 مشروعا في سبعة قطاعات مختلفة بمختلف المحافظات وذلك تعزيزا للعلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين مروى النبيل لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن تشهد سماء مكة المكرمة بعد ساعات من شروق شمس يوم غد الاثنين التعامد الرابعة للقمر على الكعبة المشرفة خلال العام الحالي التعامد سيحدث في الساعة التاسعة وثلاث وثلاثين دقيقة واربع وخمسين ثانية عمليا تستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة وتشهد سماء الوطن العربي قبل شروق شمس يوم الغد ببطع ساعات وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالأفق الشرقي في ظاهرة رائعة مشاهدة بالعين المشردة ختام النشر مشاهدين الكرام تذكير بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين تلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرية صدور الموافقة الكريمة على الرفع الكامل للقيود على المنافذ الجوية والبحرية والبرية بعد الأول من يناير المقبل وفق الإجراءات المتبعة قبل كورونا سمو للعهد وجه بترميم مباني التراث العنضاني وسط الرياض الشكر والثناء وجزيلان لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصاي والمتابعة تصبحون على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة